ظهول وظهولي ب lorsquلخبار الفلمانجو تقصدي بم pull energies كيف هي خبار الفلمانجو في عندنا تشرب للمشاهدة ، ما هي خبار الفلمانجو الطائر تحالي الفلمانجو من المعارض تعظم مقطعビقه حتى تحافظ على طريقة حرارة جسمها نعاريه إيمان على الجسر دائما ك Rentare فيoted تحادل صعب Leger Yang من المعارض رجل لها سوق تحافظ على طريقة دارة جسمها منه إيمان إيمانهم من السبك إليكما أنهم قرب هذالك للطيران بعد كده. فهي صحبتها في بداية الرواية خالص بتقول لها أنت بتفكريني بطيور الفلامينجو بتقول لها ليه أنا بعمل إيه شبههم؟ بتقول لها لا بالعكس أنت مش شبه تطيور الفلامينجو خالص. أنت واحدة أول ما بتدخل علاقة بتحط كل طاقتها في العلاقة دي. ما بتحفظش على طاقتها. ما بتشوفيش أصلا أنت وقفة فين. فأنت مش شبههم. الخدعة بتاعة الفلامينجو أن أنت إزاي تدخلي في علاقة من غير ما تخلصي طاقتك فيها وتحفظي على طاقتك عشان وقت لما تحبي تطيري وتهربي. وشايف أن العلاقة سمأ تعملي كده. هي الخدعة بتاعة الفلامينجو دي اللي كلنا محتاجينها في حياتنا. إزاي تحفظي على طاقتك إزاي ما تطيور دي بتعمل. عشان وقت لما تحبي تطيري تخلعي. تخلعي على طول. تطيري على طول. طيب. ده كلام لطيف جدا. إحنا اتفقنا إنه العلاقات السمأ ممكن يعني تكون موجودة عند الستات أو عند الرجالة. إحنا ما بنخصش حد لاستات ولا رجالة. ما بنفتهمش حد لاستات ولا الرجالة. ولكن الضحية هي اللي بتقع في العلاقة السمأ من وجهة نظرك إزاي بيعرف الشخص السام ده أو الشخص التقسج ده يختار ضحيته وبناء على إيه بيقرر إن تكون هي دي الضحية. أيا ما كان ست أو راجل. بصي هو دي أكتر منها اللي يكلم فيها دكتور نفسي. بس أنا من خبرتي يعني من واقع التفاصيل اللي عيشتها وشفتها مع ناس تانية هم بيعرفوا جدا نوء الضعف. يعني بيعرفوا ازاي يعني يختاروا اللي عندهم نوء الضعف يعرفوا يتلعبوا بيها. يعني مثلا بطلة الرواية. ده زي سامر. ده زي سامر. سامر هو البطل اللي عندك في خدعة الفلامانجو هو البطل اللي في الرواية وهو ده اللي عارف يختار ضحيته. بالزبط. هو عارف هي من الأول خالص هي كان عندها مشكلة وهي صغيرة. أنها كل لما بتيجي تتكلم أهلا بيقولوا لها أنت بتقولي كلام يعني بلاش تتكلمي عشان أنت ما بتتكلمي كتير بتغلطي فهي تربط من صغرها على فكرة أنها مش بتعرف تتكلم. آه. فكانت بتقع دايما في اللي بيسمحها. دايما بيقع في. أي حد يسمعها تقع في. تبقى عايز ترتبط بي. شخصية توكسيك مثلا بتلقط الحتة دي. بتعرف أن دي ولما بتسمع يعني لما حد بقى بيقع يعني حد توكسيك بيقع في ايده حد زي دي هو بيعرف عنها كل حاجة. لأن هي بتتكلم فبتحكي كل حاجة. فبيبقى سهل إن هو كمان يعرف نقضع فيها أكتر واكتر من الحكي. من الحكي.